السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. معكم مستر حمدي فتحي. مستم مستر حسام خليل. والنهاردة هنكمل مع بعض بقية حل كتاب الوزارة الجديد. نزل على القناة كل الكهربية الحمد لله. وهنبدأ مع بعض بداية الحديثة. والامانة كتاب المدرسة في الحديثة جميل جدا ويمكن احسن من الكهربية. وفيه اسئلة اعلى من الاسئلة اللي كانت موجودة في الكهربية. يعني لو شفنا في الكهربية الاسئلة الصعبة مش كتير قوي بس حلوة يعني وحش. انما في الحديثة احلى بيامة من الكهربية. نبدأ على بركة الله كده نبدأ في البيب الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال معايا. بيقول لي ماذا يحدث للاشاعة الصادرة عن جسمه متوحج عند ارتفاع درجة الحرار. ايه اللي يحصل للاشاعة لما ارفع درجة الحرار. سؤال سهل خالص عن قانون فين. يعني للوهلة الاولى تعويض مباشر مع قانون فين. اللي هو كان بيقول لي ان درجة الحرار تتناسب عكسيا مع لمضة ولا لمضة ماكسيمم. لمضة ماكسيمم. ونبقى عارفين ان لمضة ماكسيمم ده طول الموجي المصاحب لأقصى شدة اشعاع وليس اقصى طول الموجي وخلاص. فلما كنت برسم كده علاقة اللي اثبتها منحنة بين شدة الاشعاع والطول الموجي. لقيت ان الرسمة مثلا ولياكن بتاعت الشمس كانت عاملة كده. طيب لو بتكلم عن مصباح ولياكن هتبقى عاملة كده. كان درجة الحرارة بتاعت الشمس او درجة الحرارة بتاعت الغلاف الخارجي للشمس اللي بتوصل لنا ستة الاف كيلفن. وبتاعت المسباح ثلاث تلاف كيلفن. كنا اقوله بنخفض درجة الحرارة. الطول الموجي اللامضة ماكسيمم ماله بيزيد. بص هنا كان اللامضة ماكسيمم عند كام? كان عند اللامضة ماكسيمم اقل من اللامضة ماكسيمم بتاعت مين? بتاعت الطول الموجي المصاحب للمسباح. فلو جيت رسمتي ديت. نقيلوها بالتفصيل. فالمضة ماكسيمم كانت هنا. بتاعت الايه? بتاعت الشمس. انما لمضة المسباح كانت هنا. فطبعا من الرسمة واضحة قوي ان اللامضة بتاعت المسباح اكبر من مين? من لمضة بتاعت الشمس. يعني كل ما قال لدرجة الحرارة لمضة ام بتزيد. بس في حتة تانية اغلبنا او بعضنا ما ياخدش عنها فكرة. لو نجيت هنا دي اقصى شدة اشعع. ولو جيت هنا ده اقصى شدة اشعع. بارتفاع درجة الحرارة اقصى شدة اشعع او شدة الاشعع او الطاقة الكلية اللي طالعا بالجسم مالها بتزيد. طالما الطاقة الكلية الناتجة من الجسم تزداد. يعني معدل انبعاث الالكترونات ماله بيزيد معدل الانبعاث اخرناها بعد كده اللي هو الفايقل. فلما الفايقل تزيد شدة الاشعع بتزيد. بس اللي بيحصل حاجة تانية مش وهذهب مانة منها. المدى هنا مدى الأطوال الموجية كان ماله كان صغير إنما لو جيت بصيت هنا بقت في منطقة أكبر فالمدى بتاع الأطوال الموجية داد يعني يا مستر فيه درجة حرارة علاقة عكسية مع لمدة M بس فيه حاجة اسمها مدى الأطوال الموجية منطقي لو أنا بتكلم على المسباح بيطلع مثلا إنفراريد وبيطلع دوق مرئي معين إنما لو بتكلم على الشمس دي فيها كل الأطوال الموجية المرئية وغير المرئية فكل ما أرفع درجة الحرارة المدى بتاعي بيزيدي بأدية اللقطة المهمة بالنسبالي كل ده كل الناس عرفت يجيبه إنما حتة المدى دي بالنسبالي جديدة والسؤال جميل جدا فأنا لو لقيت في السؤال لمدة ماكسيمم بارتفاع درجة الحرارة تقلها اختارها إنما ما لقتش فيجي طالب يقول لي آه يا قل مدى الأطوال على اعتبار إنها لمدة ماكسيمم دي مش لمدة ماكسيمم خالص يبقى المدى هيحصل له إيه يزداد مدى الأطوال الموجية سؤال جميل جدا مايتفوتش السؤال اللي بعده سهل وخالص ده اللي الناس عارفينه بيقول لي آه الأشكال توضح من حناتش صادرة من جسم X و Y إذا كانت درجة حرارة X أقل من Y طالما درجة حرارة X أقل من درجة حرارة Y يبقى لازم ألاقي اللمضة X أكبر من اللمضة بتاعت مين Y وطبعا الماكس اللمضة X أكبر من اللمضة بتاعت Y ما حققها لي الشكل ده يبقى لمضة X أكبر من اللمضة Y الإجابة بتاعتي بهدية الصحة السؤال اللي بعده برضو تعويض مباشر لجسم عند درجات حرارة مختلفة لازم أعرف إنه أقصى شدة إشعاعي وصحبه أكبر درجة حرارة وقال لطول موجي يبقى دوت أكبر شدة إشعاع اللمضة بتاعته صغيرة ده شدة إشعاع بعدي لمضة كبيرة وده لمضة أكبر فالعلاقة بينهم علاقة عكسية يبقى لازم أختار T1 أكبر من T2 أكبر من T3 اللي محققها الشكل جيب السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لي علاقة برضو بين T1 على T2 هتساوي لمضة 2 على لمضة 1 T1 اللمضة بتاعتها بلمضة وT2 اللمضة بتاعتها بكام بتلاتة لمضة يبقى أنا هقسم دلوقتي 3 لمضة على اللمضة اللمضة راحت مع لمضة تطلع الإجابة 3 إلى 1 يبقى الإجابة B السؤال اللي بعده رقم 5 من الأسئلة الجميلة جدا اللمضة ماكسيموم دلوقتي ده اللون اللي بيزهر أو اللون الغالب على الإشعاع بمعنى لو أنا كنت بتكلم على الشمس دلوقتي عشان كده قلتلكوا الأرقام مهمة والله الشمس دلوقتي بتقع في كذا منطقة منحنة الشمسة مثلا وليكن عامل الشكل ده كان المنطقة دي يت هنا عندي UV وهنا عندي البيزبوري وهنا عندي IR وفي حتة نقصة معي من المايكرو فاللي بيحصل دلوقتي اللون الغالب على الإشعاع هو اللون اللي بيقع فيه اللمضة ماكسيموم يعني أنا لو جيت هنا كنت باخد إن الشمسة عندي طول موجي بالضبط 499 وكسر نانو متر يعني لو عايز أجيبها بالمايكرو كابت سوي 499 من ألف اللي هي 499 من ألف مايكرو متر اللون الغالب عليها هيقع في انطقة الدقل إيه الدقل مرئي ما احنا عارفين إن الدقل مرئي من 400 إلى 700 نانو طب بالضبط عند كام عند اللون البرتقالي بتاعي فأنا لو بتكلم مثلا على الشمس مثلا هنلاقي إن اللون بتاعها في كذا لون بس فيه لون واضح معين اللي هو اللون الأصفر الميدي على الأورنجي شوائي فإنه نفس الطريقة بالضبط نبقى أنا عربت اللون الغالب على الإشعاع هنا هو اللون اللي عنده اللامضة ماكسيموم اللي هو في انطقة اللون الإيه البرتقالي يبقى دوة اللامضة ماكسيموم بتاع الإشعاع بتاعي السؤال اللي بعده سؤال رقم 6 نفس الفكرة برضا على كالون فين كان درجة الحرارة اسمها تي واحد ودرجة الحرارة بقى تي 2 منطقي درجة الحرارة زادت فأكيد الطول الموجي هيقلي بقى أنا استحالة أختار إجابة في الاختيارات والمجهازات يعني أنا لو ما بفهمش حاجة في الفيزياء استحالة أختار ولا الإجابة ب ولا الإجابة جي ألف احتمال عادي ده اللي تمفع مال 2 أقلي من الواحد بس السؤال هنا تعاويد مباشر لو قلت لمضة 1 على لمضة 2 هتساوي تي 2 على تي 1 يبقى تي 2 على تي 1 لو أنا باتكلم على لمضة بيسأل هنا فإن الطول الموجي المصاحب لأقصى شهدة الإشعاع له عندما تصبح درجة الحرارة كامل كان 3,000 يبقى لمضة 1 كان اسمها إيه؟ لمضة لمضة 2 أنا عايزها تي 2 بقت 3,000 على تي 1 بقت ألفين ممكن أطير السفر مع الثلاثة سفر مع الثلاثة سفر يبقى لمضة على لمضة 2 اللي أنا عايزها بتساوي كام؟ 3 على 2 ما نتغفلش 3 على 2 مش ده الحل يبقى لمضة 2 اهو بتساوي 2 لمضة مقسومة على الثلاثة يبقى 2 لمضة على الثلاثة قلتلكوش هم ما نتلغبطوش اللي جابتين ألف هو بيلغبطو لازم الطول الموجي يبقى أقل يعني 2 على الثلاثة بنفس الطريقة السؤال السابع جابه مرسوم بيقول لي أي الأشكال البيانية التالية يعبر بشكل صحيح معنا العلاقة بين شدة الإشاء والطول الموجي لجسم أسود عند درجات حرارة موضحة احنا اتفقنا أن منحنة بلانك ده بينفع للأجسام المتوحجة والأجسام السوداء اللي هي غير متوحجة عشان هو عمله على الشمس وعمله على الإنسان وعمله على الأرض وعمله على المسباح التنجستين فاحنا عندنا جزء متوحج وجزء غير متوحج بس بالمنطق أنا لازم أعلى منطقة أسفل منحنة أو أعلى مساحة أسفل منحنة لازم تبقى أعلى درجة حرارة استحالة أختار أعلى درجة حرارة يبقى استحالة أختار هنا درجة حرارة صغيرة رونج هنا درجة حرارة صغيرة رونج يبقى الإجابة يا ألف يا جيم وبالترتيب 3500 2500 ماشي بس المساحة دلوقتي هو يعمل علاقة طردية يعني هنا كأن يجيم بيقول لي علاقة طردية بين الطول الموج ودرجة الحرارة هل لما درجة الحرارة بتزيد الطول الموجي كمان معها بيزيد؟ لا هو اللي عمله دوت اللي عمله في ايه؟ ده اللي هو عمله في الإجابة جيم يبقى إيه جيم بردورونج يبقى الإجابة بكل بساطة ألي بديت الصح السؤال اللي بعده سؤال رقم 8 بيقولي شععان ضوئيان لهما نفس الطاقة أهم كلمة عدد فوتونات الأول N1 وتردده N1 وعينما عدد فوتونات الأخر N2 وتردده لما كنا بنتخيلها أو نرسمها كان بتبقى بالمنطقة بالشكل دوت لو أنا روحت أتكلم دلوقتي على منحنة بالطريقة دي وجيت عند النقطة دي والنقطة دي وراحت أعمل خط كده مش اللي اتنين دول الطاقة الكلية ليهم مقدار ايه؟ ثابت فال E total مقدار ثابت بس أخلي بالكو اللي بيختلف تردد فوتون وعدد فوتون وطاقة الفوتون يعني فيه فرق بين طاقة كلية وطاقة فوتون المعلومة دي مهمة جدا اللي قال لي الكلام ده مين؟ بلانك لما كان أثبت استفال جسيمية لما ال E بتتناسب مع ال New فشال علامة التناسب وحط ثابت بلانك وحط عدد الكام الرئيسي أو عدد المغزالي اللي أخدنا في الكيميا N H New يبقى العلاقة بين ال E وال N أو ال H أو ال New ما أعرفش ما أنا لازم أحد دي السابت فأنا عشان أعمل علاقة بين ال New وبين ال N لازم الباقي مقدار ثابت ما كده كده ثابت بلانك وكده كده الطاقة الكلية ثابتة يبقى العلاقة بين ال N وال N علاقة عكسية عاملة بالضبط زي مستر أنا مش متخيلها بالروح أنا لو معايا طاقة كلية 100 جول الطاقة دي مقدار ثابت لو حبيت أوزحها كل واحد ياخد 1 جول هوزحها على العدد كبير ولا أتغير لا أنا أوزحها على العدد كبير يعني لو كل واحد أخد 1 جول ده أنا أوزحها على 101 فالعدد بتاعهم هنا إيه العدد كبير بس ترددهم ده كل واحد خد 1 جول بس يعني تردده صغير يعني طاقة الفوتون الواحد ما لها صغيرة برضو هنا طاقة إيه فوتون يبقى لما العدد زاد تردد قل والطاقة قلت بس طاقة إيه طاقة الفوتون تبقى أنا لو عايزة دي الكل 1 عشرة جول هل هاديهم 100 واحد لا أنا معايش غير 100 جول يبقى هوزحهم على كام واحد هوزحهم على عشرة بس فالعشرة جول دول هيتوزحوا على عشرة صغيرة بس ترددهم آه كبير يعني طاقتهم بتاعة الفوتون كبيرة بس كده كده قريدي الطاقة الكلية مجدار ثابت فما نتغفلش السؤال ده مهم جدا يبقى N1 على N2 علاقة عكسية طبعا U2 على N1 والسؤال هنا ما فيهوش أي حاجة بس أحبيت أفكركم بالفكرة دي السؤال اللي بعده رقم 9 بيقول لي أثناء تسخين قديم من الحديد لحظ أن الألوان تختلف عند درجة الحرار المختلفة أي الألوان التالية يظهر عندما يكون القاضيب في أقل درجة أقل درجة يعني أعلى طول موجي أعلى طول موجي اللي هو الأحمر وكمان أعلى طول موجي مش الأحمر بس إحنا بنسموه عندنا في الكيميا الريد بلد اللي هو الأحمر الدموي أحمر القطم اللي هو يامل للأسود شوية بس ماشي علينا بنسموها الأحمر وخارب عشان لما تيجوش تشوفه في الأسئلة اللي لقيت اللون تحسه أسود كده وده يقول لك ده أقل ده أعلى طول موجي أيوا فعلا وأعلى طول موجي اسمو ريد بلد إنه بقوا عارفين جات مين السؤال اللي بعده سؤال رقم 11 بيقول لي يمثل الشكل البياني منحنى شدة الإشاعة لأطول الموجية المختلفة المنبعثة من الجسم نرح تقريب أيوا 11 شدة الإشاعة لأطول الموجية المنبعثة من الجسم لمنحنى بلنك ماذا يحدث لموضع الطول الموجي عند زيادة درجة الحرارة مفوش أي حاجة بارتفاع درجة الحرارة يقل الطول الموجي يعني يزاح ناحية المنطقة وزياد الأطول الموجية القصيرة ألاقيه جاهد يبقى يزاح ناحية اليسفر تقريبا كان فيه سؤال متشفت بقى قبل دوت المفروض سؤال رقم 10 سؤال رقم 10 رقم نفس الفكرة أعمله كده وكان بيقول لي يوضح الشكل شدة الإشاعة المنبعثة من فتيلة ماذا تتوقع عند زيادة طيار الفتيلة أو الطيار اللي مور لما بزود الطيار لسه يلها معدل مبعث الإلكترونات بيزيد أو كده كده الاي مقدور ثابت فالفاي إل زادت ولما الفاي إل تزيد درجة الحرارة زادت فالطول الموجي برضو ايه النفس الفكرة دي يتكلم أفروض ده سؤال قبل ده بس الاتنين نفس ايه لفكرة بالزود السؤال اللي بعده أو عشر احنا لسه شرحناه أو كم اتشافت السؤال اللي بعده سؤال رقم 12 يقول لي وضح الشكل يالزي أمامك العلاقة من شدة اللي شهر المنبعث من أجسام ساخنة فإذا علمت إن درجة حرارة الشمس 6,000 استخدم البيانات اللي على الشكل لمشارط يديني درجة حرارة الشمس ولا طولها الموجي لازم أبقى حافز طولها الموجي لازم أبقى حافز درجة حرارة ولازم على الأقل أبقى حافز برضو طول الموجي بتاع ايه الأرض والجسم الأسود طبعا اللي هو طول الموجي بتاعه عشرة وص خمسة أنجستروم ودرجة الحرارة تلتمية كل دي سوابت تتحفز بتسهل كتير استخدم البيانات لحساب درجة حرارة المتوسطة لسطح الأرض طبعا لازم تبقى متوسطة عشان تختلف من منطقة المنطقة يبقى أنا لو قلت لمضة شمس على لمضة أرض هتساوي ت لقا عكسية يبقى تي بتاعة الأرض على تي بتاعة الشمس هو عايز درجة حرارة الأرض يبقى دوت مطلوب تي شمس بكام بستة لأ طول الموجي بتاعها باربعة تسعة وتسعين من ألف وبتاعة الأرض تسعة ستة وستين هتساوي درجة حرارة الأرض اللي أنا عايزة هنسميها تي على درجة حرارة الشمس اللي هي بكام بستة لاف كلب يبقى أنا عايز دلوقتي تعود مباشر هقول له ستة لاف باقي ربعمية تسعة وتسعين من ألف على تسعة ستة وستين يجي على الآلة ستة لاف بي ربعمية تسعة وتسعين على تسعة ستة وستين تطلع تقريبا تلتمية وعشرة وطبعا الوحدة كلب سؤال اللي بعده رقم 13 بيقول لي اسكر العوام أحد العوام اللي هي توقف عليها التولي المجيز وأقصى شدة إشاء من مصدر وتواحد لسه أيلنها على درجة الحرارة الكيلفينية الناتجة منه وطبعا العلاقة بينهم علاقة عكسية وبيعتمد على نوع الجسم السؤال اللي بعده من نتاج المترتبة على كل من ما يأتي شدة الإشاءة الصدر عن جسم متوحج عند الترددات العالية جدا إحنا لو رسمنا العلاقة بتاع الجسم متوحج أو جسم أسود هلقيها تقريبا نفس الفئ شكل اختلاف بس المنحنة أو اختلاف الارتفاع بتاع المنحنة أنا برسم مع طول موجي وهنا في إل اللي هي إيه معدل الانبعث أو شدة الإشعاع يعني التردد هنا صغير جدا يبقى عند الترددات العالية ولا العالية جدا لا ده قال لي عند الترددات العالية جدا يبقى عند الترددات العالية جدا أو الأطوال الموجية قصيرة جدا شدة الإشعاع في المنطقتين تقترب من السفر يبقى عند الأطوال الموجية الكبيرة أو الترددات العالية جدا وهذا عكس ده هتشدة الإشعاع تقترب من السفر كيف يمكن الاستفادة من دراسة الإشعاع الحراري الصادر من جسم من سطح الأرض وجسم الإنسان إحنا قلنا تطبيقات كتير جدا لو أنا هتكلم مثلا على الأرض يبقى له بالنسبة للأرض أنا بقيس الإشعاع الحراري الأسر الحراري اللي هو الإنفراريت بتاعي للأرض بيعرفني إيه بحدد مصادر الصراوات الطبيعية بعرف أماكن البترول فين أماكن المناجب الذهب أماكن مش عارفة الغاز الطبيعي كل دوت بحدده من خلال إيه الإشعاع الحراري وأنا مش بروح أحفر في الصحرة وخلاص ولا بروح في حتة معينة أحفر في البحر وخلاص لأ أنا لازم أحدد في المناطق دوت اللي بيقصولي الأمر الصناعي بيحدد لي اختلاف درجات الحرارة على سطح الأرض فالمنطقة اللي أنا ببقى شاكك فيها في اختلاف درجة حرارة سواء بالزيدة أو بالنقصان بيبقى فيها جسم غريب يبقى تحديد مصادر الصراوات الطبيعية طب لو بالنسبة للأرض من الجسم الإنسان إحنا قلنا الأسر الحريب يبقى فترة بعدين كده وفأنا لو بتكلم على أدلة جنائية دي أول حاجة طب في أول حلاج التشخيص لو حد لا قدر الله عنده كانسر ولا حاجة يبقى في الطب وفي الأدلة الجنائية طب في الرؤية الليلية في الاستشعار عن بعض برضو في القامل الصفات العسكرية أو في التطبيقات العسكرية يبقى أنا برضو بستخدمها في التطبيقات العسكرية يبقى بستخدمها في حاجات كتير جدا ومهمة جدا السؤال اللي بعده بيقول لي تم تعجيل إلكترون سايكينا يعني إلكترون سايكينا عجلته تحت تأثير 2500 بولت كم تكون سرعته النهائية بسرعة أقربية إحنا عارفين إن القيناتك بيساوي شحنة الإلكترون في فرق جهد التعجيل بيساوي نصف كتلة الإلكترون في مربع السرعة كنا بنقولوا إن السرعة تعويب مباشر كنت بأخد الجزر وقسم على دولت يطلع معي اتنين على إلكترون ولازم أبقى هارف إن كتلة الإلكترون دي سوابت يا جماعة لازم تتحفظ مش كل شوية هنروحوا إيه نبصوا في فرقة المفاهيم ونضيعوا وشحنة الإلكترون واحد وستة في عشرة أسسالة تسعتاشر تطلع معي تعويب مباشر لو رحت حلتها على الآلة جزر اتنين في واحد وستة في عشرة أسسالة تسعتاشر مضروبة في ألفين وخمسمية مقسومة على تسعة تأتيش كتلة الإلكترون في عشرة أسسالة واحد وتلاتين الرقم ده وعايزه تقريبي هيبقى تسعة وعشرين وستة في عشرة أسس كام أسستة هل لقيت تسعة وعشرين وستة ما هالستة دي؟ دي بقى اللي احنا بيلغبط على الآلة يبقى طالب اعمل كل حاجة ويجي هنا بقى مش عارب بيركبوا عبط ولا بيركبوا يقعد يسليح والنتج مش في الاختيارات فلاقي ستة يروح مخترع وخلاص لأ أنا عندي تسعة وعشرين وستة ما الستة دي تدي تسعة واحد تبقى تلاتين تلاتين في عشرة أسس موجة بستة هلأ إيه تلاتين في عشرة أسس موجة بستة؟ ما هي هي يا باشر ثلاتة في عشرة قص موجة بكام؟ قص موجة بسبعة يبقى الإجابة بتاعتي قالب دياتي الصح والسؤال عادي خالص ما نتغفلوش واحنا بنحله على الآلة مش أنا أول ما لقي السؤال كده منتلغبط معي أو الشكل بتاعه مختلف على الآلة يبقى أه لا السؤال ناقص السؤال غلط واختار أي أي تحويله وخلاص السؤال اللي بعده سؤال رقم 17 بيقول الشكل الذي أمامك يوضح أمبوبة أشعة الكسود مما تتكون أشعة الكسود أي الأجزاء الآتي اعتبر مصدر أشعة الكسود احنا عندنا الفتيلة المفروض الرسمة دي يعني مش دقيقة عشان بيبقى عندي جهد الشبكة وبعدها اثنين أنود وبعدها ألواح حريفة إكس و ضيفة يعني رسمة تقريبية أنا مش فاهم مش بيلاها ملامح أول صراحة بس أنا اللي بعد الفتيلة على طول بيبقى فيه كسود وبعد الكسود على طول بيبقى فيه شابكة وبيبقى جهدها have here table وبعد الشابكة بيبقى فيه 2 أنود وبعد الاتنين أنود بيبقى فيه ألواح كده وألواح كده وبعدها بيبقى فيه الشاشة الفلورسنتية الجزء المغط closed الشاشة أو بمادة فلورسية هل نساء قدين اللي هو دي لماذا؟ لأن من خوص مادة الفلورسنت أولا الفلورسنت ديت زي سبيكة كده زي مركبين بتكون من عنصر الفلور والفسفور مميزاتهم عنده سكوت جسيم بس الجسيم ده يكون مشحون يحدث وميد يعني إضاءة عالية بس شرط الجسيم مشحون يعني لو ساقط عليها مثلا بروتون في تجربة تانية أو إلكترون آه طب أنا ليه مش بسكت دق فوتونات أصل الفوتون جسيم مالو نيوترل معندوش شحنة ولا موجبة ولا سالبة يبقى احنا عرفنا المصدر أشعة الكاسود اللي هو ايه؟ الشكل بي بالرسمة بتاعتنا كده والمادة الفلورسينتية بتاعتنا أو الفلورسية هي دي ما تأثير توصيل مصدر جهد مستمر بين طرفي الجزء سي احنا قلنا الجزء سي دوت بيخزن الطاقة على هيئة مجال ايه؟ مجال كهرابي مجال كهرابي يعني كناية عن مكسف طب أنا لو وصلته بجهد مستمر لا يعمل وطالما ما عنديش غير واحد بس وشلته تظهر هنا بقعة مديئة فقطت ولا هيبقى فيه ألواح عرفة اكس ولا وي يعني ولا فيه شكل أفقي ولا فيه شكل رأسي السؤال اللي بعده اذا كان فرق الجهد في أنبوبة أشعة الكاسود تعطيني فرق الجهد وعطيني شحنة وكتلة الإلكترون بيسأل على الطاقة الحركة تعويض مباشر الكائناتك انيرجي وتسويها في المدس كوية اقصى سرعة للإلكترون المنبعث بعد ما يجيب الطاقة الحركة يقول ان السرعة بتسوي اثنين طاقة حركة مضروبة في كتلة الإلكترون وهنا طبعا الوحدة جول وهنا طبعا الوحدة متر الكل ثانية ومعيها الألف يا مستر مش عاتيني طاقة الحركة معي طاقة الحركة بتسوي إلكترون فولت يعني ان لو ضربت الألف في شحنة الإلكترون هتطلع واحد وستة في الآخر في عشرة قصة سالب 16 ديت الطاقة بتاعتي بالجول يبقى اثنين من الطاقة على كتلة الإلكترون رح تجيب السرعة بتاعتي وبرضو تعويض مباشر تطلع السرعة 18 وسبعة في عشرة قصة موجب ستة بالضبط 18 و75 في عشرة قصة موجب ستة متر الكل ثانية السؤال اللي بعده 24 بيقولي عندما يقلت طول الموجل للضوء الساكت على خلايا الكهروضوئية خلايا الكهروضوئية بتاعت مين؟ أي زادت تردد يعني الطاقة الكلية زادت هل المعدن تغير؟ احط القانون مشان اللي هبقل بتساوي زائد دمك دور ثابت بيتغير بتغير نوع المعدن فقط يبقى اللي بيحصل في الطاقة بيحصل في طاقة الحركة يعني بيحصل في السرعة شنك انا كنا بنقوله طاقة بتزود طاقة بتزود سرعة يعني تردد بيزود طاقة يبقى تقل سرعة الالكترونات غلط تزداد سرعة الالكترونات هي اللي صح يعني تزداد طاقة حركة الالكترونات كن احنا قلنا طاقة الحركة عنها السرعة ما نتغفلش. اللي بعده بيقول لي ايه العامل قاتية يؤدي لزيادة طاكت حركة الالكترونات لسه ايه لها. الشدة كانت بتغيرها شدة زعية. هيبقى الشدة بتغير شدة. يعني انا عشان ازود شدة الدوق الساكت. على المعدن بيزود لي شدة الطيار المنبعث بشرط ان التردد اكبر منين? التردد الحارج. زمن التعرض مالوش علاقة. زمن ده العلاقة بالاي الفيزياء الكلاسيكية. زيادة مساحة سطح المعدن برضو مالوش علاقة. انا لايه علاقة بالتردد او التصادم. لحظة الايه? السكوت يبقى هيزود تردد الزوء الساكت على المعدن. بنفس الطريقة سوال ستة وعشرين ساكت فوتون على معدن تردده اكبر من التردد الحارج يبقى هيحرر يا عدن. انت عايز ايه دلوقتي? قال لي النسبة بانطاكت حركة الالكترون لطاكت الفوتون طاكت حركة الالكترون كي اي. طالما ليه طاكت حركة. يبقى طاكت الفوتون هيعبارة عن اي وورك زائد كي اي. المجدار ده كي اي بس. انما ده كي اي وحتة كمان. يعني بقى سم صغير. ما نتغفلش على ايه? على كبير. الناتج طبعا طبعا اقل من الواحد. السؤال اللي بعده سؤال سبعة وعشرين. تزداد طاكت الحركة العزمة الالكترون لطاكت عند سكوت احاد اللون. سكوت احاد اللون عليه بنقص ايه? احنا لسه قايلين. يا اما بزيادة الطاقة يعني زيادة التردد اي نقص الطول الموجي للدوق. السوكت عشان علاقة بينهم علاقة عكسية. سؤال اللي بعده سؤال اتنين وتلاتين لما يديني علاقات بيانية لازم احط العلاقة قبل ما افكر. انا عارف ان الاي بتساوي الاي وورك زائد الكيناتك انيرشي. دوت الايه? الاساس. تب هو هنا احط الطاقة الحركة على الصادات خلاص. يبقى انا كمين هوادي طاقة الحركة في طرف لوحده. يبقى ايه ناقص بتاعدي. عايز ارسم مع طاقة الحركة على الصادات عينيه. عشان ما تغفلش في الرسمة. ادي طاقة الحركة على محور الصادات. عايز ترسم مع مين يا عامن? عايز ارسم مع التردد. هنا في ايه. ما هي الايه دي عبارة عن اتش نيو. يبقى انا عايز ارسم مع نيو بس. يبقى الميل بتاعي هو ثابت بلانك. وده ثابت. حال طلع من السفر ده انا طلع من سالب دلة الشغل. يبقى فيه هنا سالب ايه وورك فونكشن. طلع كده كده كده. وباجي عمد النقطة دي بروح شادة الخط بتاعي. يبقى اللي هنا ده اسمه تردد. بس مش اي تردد ده التردد اللي عنده طاقة الحركة بكام بسفر يبقى نيو سي. مش شرط يجيب لي الحتة اللي تحت في الرسمة. ممكن يشيل كل ده. ويجيب لي الرسمة كده. ودوت اللي ايه بيلغبط نحن حافزين الرسمة على بعضها. انما لما بلايها كده لا لا لا. جديدة علينا دي يا مستر ما عدتش علينا ما خدناهش في الكلاز قبل كده. هي هي والله. الدرس ده اهم حاجة فيه العلاقات البيانية وكلها بتطلع من الرسمة ده. سواء مع طول موجي مع تردد مع مقلوب طول موجي كلها بتطلع من القانون اللي حطيناه. اعطيني اشكال شدة مع شدة. اولا الشدة والشدة علاقة طردية. يا اما ثابتة. طردية لو التردد اكبر من التردد الحرج. طب لو التردد اصغر من التردد الحرج علاقة ثابتة يعني مش هيطلع مهما زود التردد. العلاقة مش عكسية. العلاقة مش عكسية ولا منحنة ايه. ولا تناقصية. بحيث كان التردد الحرج اكبر طالما التردد الحرج أكبر يبقى أنا مالي مش أحرر مهما زود الإضاءة بتاعتي مدى اللي كان بيحصل مع الفيزياء الكلاسيكية السؤال اللي بعده بيقولي الفوتون الساكت في تجربة الظاهرة القهرودوقية بتردد أكبر من التردد الحرج إحنا لسه قيليم في الظاهرة القهرودوقية يحصل تصادم مارين ولا غير مارين غير مارين يعني إيه تصادم غير مارين يعني الفوتون يتفانه يعني إيه الفوتون يتفانه يعني مش هيبقى موجود البلدي كده عشان نفهمها الخالية القهرودوقية أنا بيبقى عندي سطح معدني السطح المعدني دوت الإلكترون اللي جوه هنا بيبقى حر ولا مقيد مقيد يبقى أهم كلمة في الخالية القهرودوقية إن الإلكترون ماله مقيد مش شرط يجي في الامتحان يقولي إلكترون حر أو خالية قهرودوقية لا أخلي بالك أنا شغل كوموتور لا أخلي بالك أنا مش عاب شغلي هيجي يقولي مثلا سقط فوتون على إلكترون مرة حر ومرة مقيد لو قال حر دي نظرية كوموتور سقط فوتون على إلكترون حر الحرك طب لو قال مقيد يبقى دي خالية قهرودوقية طالما الإلكترون بتاعي مقيد وطبعا بوصل المعدن بتاعي بالكسد وأنود وهنا بحط إيه أميتر طالما الإلكترون مقيد الفوتون وهو سوقت طالما خبط في معدن الخبوط دوت يؤدي لتوقفه أن الفوتون لي كتلة سكون؟ لأ ما تبقى للمعادلة بتاعت النسبية إيه بتسوي مزي تربيع كل طاقة الفوتون أو كل كتلة الفوتون بتتحول لطاقة يعني النقص في كتلته بيقابله إيه؟ طاقة فالفوتون تخيل عمل زي حتة الجلي خبط هنا إتفانى تماما وعطى كل تقتل دلت الشغل عشان يحرره وعشان إيه؟ يحركه يبقى لحظة سكوت فوتون على سطح طالما الإلكترون مقيد يبقى تصدم غير مرن وأنا مغمد عيني وطالما تصدم غير مرن يبقى خلية كهرودوقية اللي علينا في المنهج بتاعنا يبقى هنا بكل بساطة الفوتون يختفي تماما طب يبقى موجود إمتى بنظرية كوموتر يسكت دوق بس السؤال ده جميل قوي يقول لي يسكت دوق طوله الموجي ضمضة واحد يبقى الحالة الأولى كان طوله الموجي ضمضة واحدة على سطح معدني دلت شغله صغيرة جدا مستغيرة بس دي صغيرة جدا مقارنة بتاقته الحركية استنى قبل ما تحل أي حاجة حط القانون الإي بتسوي إيه وورك زائد الكينياتيك إنرشي عشان نفهم الحتة دي تدردش مع بعض شوية لو واحد معاه مليار جني وعدنا يا رب واحد تاني معاه مليون جني ينفع أحمل المليار بالنسبة للمليون طوله بيقولي لا مستر ده المليون كتير ده احنا ما يعانيش ألف جني على بعض لأ أنا بتكلم في مليار جني وبتكلم في مليون جني ده فرق بينهم كامزر في ثلاث سفار كأني وباحد بكاري هبسطها لكم واحد معاه ألف وواحد معاه جني ينفع أحمل الجني قصاد الألف دي بسيطة أقولت لي آه معاني نفس النسبة والله يعني هنا فيه تلات سفار وهنا مفيش هنا فيه تسعة سفار وهنا فيه ستة ما هو نفس النسبة فالرقم اللي عندي ممكن أحمله بالنسبة الرقم كبير يعني كأني واحد معاه ألف جني وعطته جني هيقول لي أنا معاهي ألف وواحد لا هيقول لي أنا معاهي ألف جني برضو عادي فالرقم طالما صغير بأحمله فده اللي حصل في السؤال هو قال لي دالة سغل ملحة صغيرة جدا يعني أنا ينفع أحمل دالة الشغل مقارنة بإيه؟ بتاقة الحركة يعني بالبلد اللي يحصل في الطاقة يحصل دايريكشن على طول دايريكتماع مين مع تاقة الحركة لو أنا ما فهمتش الحتة دي السهال مش هيتحل معي بيقول لي إذا سقط دو طول الموجي لامضة 2 على سطح المعدني تصبح كمية حركته الإلكترون واحد ونص يبقى في الحالة الأولى لما كنت لامضة كان كمية التحرك وليكن اسمها بيقل طب لما سقطت دلوقتي بلامضة 2 كمية التحرك بتاعتي واحد ونص بيقل مش كمية التحرك بتسوقتش على لامضة بهذا Hallelujah فالعلاقة بين الـ Punkte أو بين ال-B-L واللامضة عن علاقة حكسية واحدة واحدة هل هو عايز يقارن الطول الموجي بتاعة طاقة الحركة او تاعة طاقة الكلية؟ بتاعة طاقة الكلية طاقة الكلية مش الـ E يتساوي H C على لامضة ويبقى العلقة بين ال-E واللامضة علاقة عكسية وإي كناية عن طاقة الحركة يبقى العلاقة برضو بين طاقة الحركة والإي واللمضة علاقة عكسية يعني أنا لو جاقول كي واحد على كي اي اتنين هتساوي لمضة اتنين على لمضة واحد طب اللمضات هجيبها منين هجيبها من الطاقة طب والطاقة يا ميستر هجيبها منين بالراحة واحدة واحدة معي ماشي كمية التحرك بتساوي كتلة في سرعة قال لما زود كمية التحرك أنا كده زودت كتلة الجسم لأ انت جاريت اسرع يعني سرعتك هي اللي تغيرت يبقى في اتنين بتساوي واحد ونص في واحد استنى هل أنا عايز السرعة ولا عايز طاقة الحركة يبقى السرعة لما كانت واحد ونص دي على الآلة تلاتة على الاتنين يبقى طاقة حركة بتاعت اتنين بتساوي ده تربيع بقى ما هي السرعة الرباحة هجيب ايه طاقة الحركة تسعة على اربعة كي اي واحد يبقى كي اي واحد على كي اي اتنين دلوقتي بتساوي كامل لمضة على الاتنين اللي هي بتساوي كامل لو أنا ربعتها تعمل معايا أربعة عكام على التسعة أنا عايز أجيب النسبة الأولى للنسبة التانية يبقى أنا عايز أجيب لمضة 2 يبقى لمضة 2 دلوقتي بتساوي أربعة لمضة 1 عكام على التسعة سؤال جميل قوي يعمل معايا أهي طرفين فاصلتين أربعة لمضة 1 مقسومة على التسعة أربعة لمضة 1 مقسومة على الكام التسعة واللي حللي السؤال دلوقتي إن الطاقة بتساوي كناية عن طاقت الحركة يعني الإيه الكلية كناية عن طاقة الحركة طب وطاقة الحركة هجيبها من خلال كمية التحرك اللي هي كتلة بسرعة وكده كده كتلة الجسم مجدار ثابت فتطلع الإجابة 4 على 9 السؤال المسهل للأمانة اللي هيحلها بالطريقة العادية يقول لي نسبة ده النسبة ده تطلع معايا 3 على 2 هقول لك غلط أنا مش بجيب الطول الموجي اللي ناتج عن حركة الجسم بس أنا بجيب الطول الموجي الكلي اللي هو بتاع اللي صاب السؤال اللي بعده سؤال 38 بيقول يوضح الشكل سقوط كل من الشعين على سطح نفس المعدن ترمى نفس المعدن يعني نفس دلية الشغل يعني الإيه وورك مجدار ثابت يبقى الإيه وورك دي يتثبت مرة كان بواحد ومرة كان 2 بنقوا 2 ونص لما كان واحد يبقى طاقت الحركة بكام هقول 1 نقص نص تعمل معايا نص إلكترون بولت طب لما كان 2 يبقى طاقت الحركة في الحالة الثانية 2 ونص نقص نص تعمل معايا 2 إلكترون بولت طاقت الحركة في الحالة الثانية 2 والحالة الأولى نص 2 على نص يعني 4 إلى 1 يبقى طاقت الحركة في الحالة الثانية داع في الحالة الأولى كم مرة 4 مرات بقراها طبعا ملياسال يومي يعني نسبة طاقت الحركة الأولى للتانية بتسوي 1 إلى 4 ده الصح تعمل لما هو بيتجنب المكان الأسائل اللي هي كده بيروح كيه بقى إيه شرط تكسر بس لو جده شنبقى عارفين سقطت الأشعة فوق البنفسجية على لوح معدني ولم تحدث الظاهرة الكهروضة وإيه؟ معنى أن الظاهرة ما حدستش يبقى اليو في دوت اللي هو فوق بنفسجي كان تردده صغير ولا كبير بالنسبة للمعدد تردده صغير عشان تحصل دلوقتي أولا أنا كان هنا بيبقى عندي الجاماري بعد الجاماري كان بيبقى فيه الإكس ري بعد الإكس ري كان فيه اليو في والفيسبول والمايكرويب لحد إيه؟ أخيره اللي هو الراديو طالما الجاماري ما حررتش يبقى أي حاجة بعدها تقيتها أقل فبرضو مش هتحرر يبقى أنا عايز حاجة إيه؟ عايز حاجة قبلها إيه إما الإكس ري إما الإيه الجاماري على حسب اللي موجود في السؤال يبقى اليو في محررش إما جاماري إما إكس موجات الراضي وتحت الحمراء والدوق المرق طبعا كل ده برى اللعبة يبقى الوحيدة اللي تنفع لها الإيه الأشعة السينية أو نطلع منها سهم ونكتب الإيه أشعة جامل سؤال أربعين بيقولي ساقط تردد كأن بيقولي طاقت ما هو التردد لو درافته في إتش أجيب الطاقة والطاقة بيساوي الورك فانكشن مضروبة أو مجموعة قصدي آسف إيه؟ على طاقة الحرب تحررت إلكترونات كهرو ضوئية طاقتها يبقى أنا معي الرقم اللي هنا ستة بمن ستة في عشر قص سالب ساعة طاقة ومعايا الطاقة اللي هنا بتساوي إتش مضروبة في النيو اللي هي ستة عشر ونص في عشر قصة أربعة عشر استنى ما تكملش يا مستر يا إما هيبقى عايز دالة الشغل يا إما هيبقى عايز سردد الحارج ملهمش تالي أو سأل على دالة الشغل بس اللي أنا جبته دوت دالة الشغل لما روح أطرحل اتنين من بعض واحدتها إيه؟ جول هل لقيت الناتج بالجول؟ لأ فما نجيش بقى إيه الطالب اللي مش مذاكر كويس؟ أقول لها مستر الناتج مش طالع لأ هو حوله عشان يطلع يعني هو بجول عشان أحوله للإلكترون بولت من كبير رايح لصغير الناتج بيكبر فبقسم على شحنة الإلكترون عشان البسط يجب يبقى أنا هقول له دلوقتي الرقم ده نقص الرقم ده مقسم على شحنة الإلكترون لو جيتها جبها على الآلة هتبقى الـ اللي هي ستة علامة ستة اتنين خمسة في عشر قص سالب أربعة وثلاثين مضروبة في التردد اللي هو ستةاشر ونص في عشرة قص موجب أربعتاشر كل ده مقسوم ما تروح منه إيه الطاقة ستة وستة مضروب في عشرة قص سالب تسعتاشر كل ده مقسوم على إيه شحنة الإلكترون واحد وستة في عشرة قص سالب تسعتاشر تعمل معي اتنين وسبعة إلكترون بولت يبقى الإجابة بتاعتي في كل بساطة اتنين وسبعة إلكترون بولت الإجابة دال السؤال اللي بعده سؤال واحد واربعين بيقولي أي الإجراءات التالية اللي هي أنتج عنه تغير توقيت الحركة استنى توقيت الحركة لسه قالين بيغيرها التردد او بيغيرها التاقة او بيغيرها السرعة أي حاجة غير كده مش هتغيرها لو أنا جيت اتكلمت على الشدة الشدة بتغير شدة زيها هيبقى دي مش هتغير إيه اللي باقي كله طبعا بيغير اتنين واربعين من الأسئلة اللي بحبها وبحب اللوعية ديات من الأسئلة اللي هي بتبقى فكرتها عالية حاجات بسيطة بس الحل تافح كده يعني أنا جيبي الفكرة واحدة هعرف أحل كله وبنفس الطريقة أنا عندي طاقة حركة وعندي تردد نفس العلاقة اللي هي كان لها امتداد هنا دلت الشغل بعد أن أخذتي دي على امتدادها وأخذت تلك على امتدادها فى يجب ان الرقم اللي هي игр й التردد اللي organدي هنا بتاع طاقة حركة إنما التردد اللي هنا طاقة حركة كان بسفر فى التردد اللي هنا ده اسمه والتردد اللي هنا było اثنين ونص من التردد الحرك الاتنين ونص اتهن ونص قال لي طاقة الحركة القصوى طاقة الحركة اللي هنا الرقم ده انا هجيبه ازاي ما عرفش تمنى اجيبه بدلالة دالة الشغل التردد الحرج اللي هو اسمه نيو كان بيطلع نيو اي وورك طيب انا لو سوقت باتنين ونص نيو تخيل معايا قد المعدن بتاعي هنا في نيو وانا جبت دوق تردده اتنين ونص نيو مش انا هطرح منه واحدة دريبة لدالة الشغل اه يعني تردد حرج وهيتبقى لي واحد ونص نيو يعني واحد ونص من قد ايه من النيو يعني قدها مرة ونص يعني قد دالة الشغل ما هتوقت لحركة واحد ونص نيو يعني بتساوي ثلاثة على اثنين من دالة الشغل يبقى انا هتحرك بطاقة قصوى تمثل كام تمثل ثلاثة على اثنين من الورك فانكشن بتاعتي تبقى الاجابة به سؤال جميل جدا وما يتفوتش ما يتفوتش السؤال اللي بعضه برضو من الاسئلة الحلوة جدا اللي المشكلة انتو برضو بتحلوها بتصرح مش عارف ليه اللي السؤال يبقى تافه وجميل واحنا نتصرح فيه بسم الله بيقول يوضح الشكل سطحا معدنيا X تردد الحرج لمعدنه يساوي نيوزي قاطيني هون يوزي تم اسقط فوتون عليه تردده نيو واحد بتساوي اثنين نيوزي نروح اللي اثنين نيوزي اللي طلعيه داخلين دول مش هشيل منهم واحدة ده مش بمزاجي ده غصبين عني هيتبقى لي بتحرك بايه بواحدة نيوزي يبقى طاقة الحركة تمثل قد اي من النيوزي تمثل واحدة فهو مسميها كي اي وان هنين تم استبدال الفوتون باخر يعني بدلت الطاقة يعني بدلت التردد يعني بدلت الطول المو وتحررت الكترونات بطاقة عظمى قدرها تلاتة يعني تلات امثال الاولى طالما قدها تلات مرات يبقى التردد اللي هيحرقني نركز مش التردد الكل ده اللي هيحررني ولا هيحرقني اللي هيحرقني انا ما قلشش عن التردد الساكت ولايس الساكت ما نبغفلش لشان كلكم هتيجوا في الخطوة دي وتقعوا يبقى كي اتنين كانت بتحررها ولا بتحركها لا بتحركها كام تلاتة نيوزي عرفت منين يا مستر ما وقال لي كي اتنين قدك ايه واحد كم مرة تلات مرات ما انا كده كده عشان اتحرك لازم اتفع ضريبة اللي هي ده اللي هي الشغل نيوزي تردد الحرك بتاعها او يبقى انا كنت ساكت بتاقة او تردد عبارة عن طاقة الحركة اللي هي تلاتة نيوزي زائد الورك فانكشن اللي هي نيوزي يعني انا كنت ساكت باربعة نيوزي اغلبنا مش عارف بيجي عند الخطوة دي ويعتروا يروح يختاري الاجابة ايه الاجابة تلاتة بس تلاتة طبعا غلط الاسئلة دي قلتلكو والله اسئلة سهلة ممتنة اللي هو السؤال يبان تافي واجه حله بتصرق اروح حله غلط السؤال اللي بعده اربعة واربعين اهو دخلنا على الاسئلة الجميلة بقى بسم الله بيقول اذا كانت النسبة بين ده اللي تشغل الكل من المعدن ايه والمعدن بي ايه نص بي او بي ضعف ايه ماشي بستقط ادوق على كل منهما بحيث كانت النسبة برضو بين التردد اللي ده اللي تشغله صغيرة كان تردده صغير واللي ده اللي تشغله كبيرة كان تردده ضعف وبالروحة كده نتخيل ادي المعدن ايه ودي المعدن بي دلت الشغل بتاعت ايه نص بي فلو انا سميت دي ايه ور اسمي دي اتنين ايه ور اشانا لما اقسم ايه على بي ديني واحد على اتنين وتردد ايه نص تردد بي فانا لو سميت دوت اتنين نيو واللي اكون يبقى ده ضعف يبقى بي كام اربعة نيو بيقول لي انا عايز النسبة بين طاقة حركة الى طاقة حركة لو انا سقطت هنا باتنين نيو يعني وليكن اتنين ايه ور على ايه ور مشانا هشيل واحدة يتبقى لي واحدة اللي هي طاقة الحركة كأنها بتساوي ايه ور في الحالة دي لو انا اربعة هشيل منهم اتنين هيتبقى لي كام اتنين ورق فانشن يعني طاقة الحركة باتنين بنده مثال كمان غير ده لو انا خليها بارقام مشان تبقى قريبة من نيو ده وليكن عشرة جول وده ضعفه عشرين جول الطاقة او التردد اللي هنا ما هيتردد كناها عن طاقة مثلا ده عشرة او بلاش عشرة عشان هو حرق دوت مثلا عشرين جول وده ضعفه بكام اربعين جول ونمسح الترددات دلوقتي لو انا سقطت بعشرين جول هشيل منهم عشرة جول يبقى لي هنا عشرة جول يبقى طاقة الحركة بتاعت الاولاني بعشرة جول طيب طاقة الحركة بتاعت التاني اربعين شلت منهم عشرين يبقى القيناتك انرجي بتاعت التاني عشرين جول تفضل برضو النسبة واحد الى اتنين يبقى طاقة حركة ايه على بيه بتسوي نص يجيزي بواحد يقول لي اه ده واحد وده كان لزي وده ضعف فده ضعفه ويبقى دعلى ده واحد لواحد ده 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 ضعف كبير مع طاقة كبيرة والهبد دوت لا احنا بنفرض اي اركم على الاقل لشان نبقى ايه متخيلين الحل بتاعنا تبقى الاجابة واحد الى اثنين السؤال اللي بقى هذا سؤال 45 برضو من الأسئلة الجميلة جدا بيقول لي طاقة حركة القصوى الالكترونات القهروضوئية المتحررة من سطح معدن عندما يسكت عليها دق طول الموجي لمضا تساوي اي في واحد الالكترون فولت يبقى الاي كاب بتساوي كي اي زائد اي ور لما الطاقة دي كانت جاية من لمضا كان ده اللي تشغل ما عرفهاش والطاقة الحركة واحد الالكترون فولت قال لي تاب لما الطول الموجي ايه اللي تلات مرات يبقى الطاقة الكلية زادت تلات مرات نفس المعدن ما يغيرش المعدن يبقى هنا فقال لي فان طاقة الحركة تزداد اربع مرات بدل ما كانت واحد بقت كام بقت اربعة برضو زائد كام اي وورك اسهل طريقة في المعادلات التطرح يعني ايه مستر انا ضعيف الرياضة مش مستهلة بالطرحة هاني هطرح كي ده من ده هنا اي وورك من اي وورك راح يتمعبع ثلاثة اي نقص اي يعمل معايا اتنين اي اربعة نقص واحد تعمل معايا كام تلات يبقى انا عرفت دلوقتي ان تلاتة اي بتساوي كام لو انا جب بسطة احنا قلنا هنا تلاتة اي كل دوت بيساوي كام طاقة الحركة زادت اربع مرات يبقى انا لو هشتغلها واحدة واحدة انا هشتغل ان ديت بكام بتلاتة نقص واحد يبقى هنا تلاتة نقص واحد يبقى خليها كده نكبرها شوي تلاتة نقص واحد كل ده بيساوي اربعة نقص واحد اللي هو بثلاتة فدول عاملين اتنين يبقى اتنين اي بتساوي تلاتة اليكترون فولت يبقى الاي لوحدة تطلع بواحد ونص اليكترون فولت خلصت عايزة اجيب دلة الشغل انا معايا ده بواحد ونص ده بواحد يبقى ديت بكام بنص اليكترون فولت استنى استنى ده اجيبها بدلالة مين بدلالة الطاقة الكلية يبقى هي قدها كام مرة يبقى الطاقة الكلية قد دلت الشغل تلات مرات كأنه لو مقلف السؤال بيقول اذا سقط فوتون طاقة تساوي تلات امثال دلت الشغل بقى السؤال تافه زي اللي احنا لسه حلينه يبقى الطاقة اللي انا ساقط بيها الواحد ونص دي بالنسبة لي تلاتة يعني النص بيساوي اتشي سي الطاقة الكلية مقسومة على كام على تلاتة يعني تلتها ما هدي قد دي كام مرة تلات مرات ما نتغفلش بقى دي اتشي سي على تلاتة لمضة ما نتغفلش للمرة التانية بقولها لكم نيجي على السؤال اللي بعده طوام الاسئلة الجميلة قوي برضو اللي بحبها بنروح اعطيني شكل بياني وعطيني نيو سي واثنين لو جينا بصرنا بس وحللنا الرسمة قبل ما نشتغل ده نيو سي فاللي هنا دي دلت شغل يبقى انا عرفت يو واحد دوت اتحرك بطاقة حركة بكام باربعة إلكترون فولت فطاقة الحركة بتسوي أربعة إلكترون فولت عكيد عايز التردد ده بنروح التردد ده اعلقته بدلة الشغل قدها مرتين يعني انا كنت ساقط بطاقة مش مجموحهم تخيلوا لو بيقولك السؤال ان ايه بتسوي كل عرف أربعة زائد اتنين بيقولك ست فنعكس السؤال اذا ساقط فوتون طاقته بتسوي ستة إلكترون فولت على معدن دلت شغله باتنين إلكترون فولت فإن طاقت الحركة تمثل ستة نقص اتنين اربعة يا مستر إلكترون فولت طب الاربعة بالنسبة لدلة الشغل قدها دعفها لسه ما خلصت اشتاب الطاقة الكلية بالنسبة لدلة الشغل تلات أمثال يبقى انا عرفت دي دعف دي ودي تلات أمثال دي اسأل على التردد اللي ساكت بي مش أنا لسه قدها تلات مرات بس يبقى التردد اللي أنا ساكت بي اعلقته بالتردد الحرك ده التردد اللي أنا ساكت بي تلات أمثال هل هو بيسأل على التردد اللي أنا ساكت بي ولا التردد اللي حرق لي أربعة إلكترون فولت التردد اللي حرق أربعة تخيل بقولك لو أنا ساكت بتلاتة نيو هشيل واحدة نيو ده اللي تشغلين بقى لتنين نيو اللي اتنين نيو دول هيحرقوني فاهمنا الفكرة جاءت ازاي يبقى نيو واحد بتساوي دعف كام نيو سي يبقى الإجابة كل بساطة اتنين نيو سي سؤال من الأسئلة المهمة جدا والله والله ما سهل وبيلفض نركز وما نتغفلش نيجي على السؤال اللي بعده ده بسيط شوية نفس المعدن اي واحد كاب بتساوي 3 إلكترون فولت واي اتنين كاب بتساوي 1 ونص إلكترون فولت لا بسهم غير المعادل والله يوضح الشكل سطحا معدنيا إكس دلت شغله اتنين ونص تم اسكت فوتون بتلاتة ومرت اسكت فوتون بربعة ونص يبقى هنا اتنين ونص يبقى دلت الشغل سابتة معي اتنين ونص إلكترون فولت فقط بتلاتة يبقى نص إلكترون فولت دول حرقوني بتاقط حركة وليكن اسمها كي واحد وبسرعة اسمها بي واحد طب لما اتنين دي تاقط الحركة او الطاقة زادت كم مرة اربع مرات طالما الطاقة زادت اربع مرات يبقى طاقة الحركة بقت اسمها اربعة تي اي واحد ما هي الطاقة ترضي مع التردد بس السرعة زادت كم جزر اربعة جزر اربعة تعمل كم اتنين كأني بقولك لما السرعة تزيد للدعف مش طاقت الحركة بتتناسب مع مربع السرعة يبقى طاقت الحركة تزيد كم مرة أربع أمثال فلما طاقت الحركة تزيد أربع أمثال السرعة تزيد للدعف فالحالة الأولى كان اسمها V إنما الحالة الثانية اسمها 2V فV على 2V يعمل بكل الشيكة إيه نص سؤال حلو جدا وما يتفوتش برضو من الأسئلة اللي بالنسبة لي مهمة وأكتر أسئلة دي بتيجي في الباب الخامس اللي هي بالطريقة دي سؤال اللي بعده سؤال 48 بيقولي أسقط دق على سطح كاسود خالية كهرودة وإيه أدلت الشغل بتاعته بتسوي 2.5 إلكترون فولت فتحررت إلكتروني التاكت حركتها آه ترى ما أدعطاني واحدة بالجول واحدة إلكترون فولت يبقى اللعبة والله لعبة وحدته بس تردد الدق الساكت يعني لازم أجيب الدق التاكت الدق الساكت اللي هي بتسوي الwork function ما أقسمها على الإيه بتاكة الحركة دلت الشغل بتنين وسبعة مضروبة بشحنة الإلكترون من هجمع كله جول يا ميستر طب ليه ما حولش الجول لإلكترون فولت والله لو هو عايز تاكات بالإلكترون فولت أحولها إنما طالما عايز طول موجي أو تردد لازم وحدات بتاعته اسمها Universal Unit اللي هو الوحدات الدولية طالما الوحدات الدولية يعني لازم اتاكة بالجول يبقى هجمع ده عليه ستة علامة ستة في عشرة قصة سالب 19 واجه على الآلة أقوله والله الطاقة بتاعتك اللي أنت عايزها بالمرة مقسومة على ثابت بلانك الطاقة اللي هنا يعبارة 2.7 في شحنة الإلكترون 1.6 في عشرة قصة سالب 19 مجموعة عليها طاقة الحركة اللي هي ستة وستة في عشرة قصة سالب 19 كل ده مقسومة على ثابت بلانك في عشرة قصة سالب أربعة وثلاثين ستطلع معي الإجابة اللي أنا جبتها ديت مين اتش نيو نحن قلنا 2.7 في عشرة قصة سالب 19 زائد ما ليه جمعنا حين دي دربنا دي فينا زائد تطلع معي 1.64 اللي هي تقريبا 1.65 وستينة عشان بعدها في تمانية مضروبة في عشرة قصة موجب 15 السؤال اللي بعده بنفس الطريقة تنبعث الإلكترونيات القهرضوية من سطح معدن عند سكوت دق عليه ماذا يحدث لدلة الشغل ده بيخرف لما بيزود وينقص دلة الشغل مجدار ثابت تختلف بتخير ايه بتغير نوع المعدن فقط فما يجيش بقى يغفل كل طاقت حركة زادت تردد زادت سرعة لا يا باشا كل ده دلت الشغل سبت طاقت الحركة اه بس هنا بيقولني عندها زادت شدة الدوق محنا لسه قيلين شدد الدوق يعني كأنه زودت عدد فوتونات ساكت وعدد الفوتونات اللي ساكت بيزود عدد الإلكترونات عدد الإلكترونات يعني عدد الطيار يعني شدة الطيار اللي هي عدد الإلكترونات وعدد الإلكترونات يعني شدة إنما طاقة الحركة اللي بيه يغيرها التردد هل أنا لعبت في التردد؟ لا يبقى طاقة الحركة برضو من قدار ثابت نيجي على السؤال اللي بعده سؤال رقم خمسي بل يدق طوله الموجي لمضة يسكت عليه سطح المعدني فينطلق إلكترونات منه بتوقع قصوى لسه واخدين زيه بالظبط يبقى أنا لما كدت لمضة E بتساوي E work زائد واحد وآخر طوله لمضة على اثنين كان السؤال لمضة على تلاتة من شوية يعني اثنين E هتساوي E work زائد أربع بالطرح أكيد هيطلب دلية الشغل ده راح مع ده اثنين E نقس E تعمل ال E بتساوي أربعة نقس واحد بتلاتة إلكترون فولت يبقى أنا معي الرقم اللي هنا تلاتة إلكترون فولت والرقم اللي هنا واحد آه الرقم اللي هنا أسف اثنين والرقم اللي هنا كام واحد طب لو أنا عايزة أجيبها من هنا اثنين في تلاتة بستة هشيل منهم اربعة يعمل معي برضو نفس الاتنين يبقى كين احنا خلصنا السؤال الأول نيجي على السؤال التالي تم بعث إلكترونيات من سطح معدن عم سيخده عليه ماذا يحدث دلت الشغل وطاقة الحركة تردد آه لأ هنا لعب التردد تردد يعني طاقة يعني طاقة حركة ما هي طاقة الحركة ما هي إلا طاقة فسواء طاقة أو طاقة الحركة اللي اتنين ايه اللي اتنين واحد يبقى دلت الشغل هنا مقدار ثابت ما احنا لسه عايدين بتعتمد على نوع المعدني السؤال اللي بعده اتنين وخمسين سقط دوق احادي اللون تردده سبعة واثنين في عشر أس 14 على سطح معدن فتحررت منه إلكترونيات بطاقة حركة عزمة واحد إلكترون فولت يبقى الكيئي بتساوي واحد إلكترون فولت لما كان التردد بتاع الساكت لو ضربته في ثابت بلانكا جيب السيديوه في الطاقة بيقولي اثبت أن دوق احادي اللون تردده بيساوي الرقم اللي هو عطيهولي ما يستطيعش ان هو يحرر ده غششني السؤال والله معنى ان هو ما استطيعش يعني كأنه بيقولي اثبت اني النيو أصغر من النيو سي طب ما انا معايا النيو بكام اربعة في عشرة قصة اربعة تاشر المشكلة كلها في ميل في النيو سي مش انا معايا التردد اه ما انا لو اروح اجيب من الطاقة ديها التردد الحرج ولا اروح اجيب منها تردد الساكت ما ده مش دلة معدل يعني قطوة خطوة عشان ما نطلق بطش نمسوها بالطريقة العادية ممكن واحد يقولي تردد وارح اجيب هنا تردد واترحهم جبت التردد الحرج ماشي ده طالب شطر شوية لا يا مستر طب انا طالب متوسط ومعليش اخدني على قد دي وبالروحة معاي هقولك عناية مش التردد راح اجيب منه طاقة اه لو طرحت منها طاقة الحركة مش جبت دلة الشغل اه طب دلة الشغل لأو اسمتها على ثابت بلان مش جبت التردد الحركة بالضبط كده يا مستر دلة عناية الطاقة بتاعتك دي بتساوي اتش نيو الاتش بكام محفوظة والنيو بسبعة واثنين في عشرة قصة اربعة تاشر وقت الحركة بس لازم احولها يعني واحد وستة في عشرة وسالة بسعة عشر مضروفة في واحد يبقى طاقة ناقص طاقة حركة طرحتهم من بعد جبت مين جبت دلة الشغل اقسمها على ثابت بلانك عشان اروح اجيب التردد يبقى انا هقسم ده على ثابت بلانك عشان اروح اجيب التردد هيطلع التردد القارج بعد ما احسبها عمل معي اربعة علامة تمانية وخمسين في عشرة قصة موجب اربعة تاشر ايه علاقة التردد الحرك بالتردد السعوك اكبر منه يبقى انا كده اثبت ان لا تتحرر الكترونات عشان التردد اصلا اصغر من التردد التردد الحرك سؤال اللي بعده سؤال تلاتة وخمسين بيقولي ساقط شوعة ده وايه وحادي اللون طوله الموجي ستلاف انجستروم على سطح معدن ده اللي تشغله بيسأل هل يتمكن هذا الدوق من تحرير الكترونات من سطح المعدن ولا لا شوعة ديني طول موجي ساقط شرط التحرير ان التول الموجي بقى اصغر من او يساوي اللامضة سي ولو عايز اقلي بها تردد بس انا ليه تب ما انا روح اجيب من دلة الشغل دي اللي هي اتش سي على لامضة سي اروح اجيب من دلة الشغل دي يبقى اللامضة سي هتساوي اتش سي على الورك فانكشن بتاعتي والنتج اللي طالع ده بالمتر طب انا عايز اخليه بالانجستروم اضرب الناتج في عشرة قسمه وجاب عشرة يبقى جيه على القالة اقول له اتش في سي على لامضة سي اتش مضروبة في سي ثلاثة في عشرة قصة تمانية على اللامضة سي ستة لاف في عشرة قصة سالب عشرة على ثلاثة واثنين في عشرة قصة سالب 19 احنا دربنا دي ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين في عشرة قصة سالب 19 ايه تطلع الناتج ستة علامة واحد وعشرين في عشرة قصة سالب 7 بس الناتج اللي طالع ده بايه بالانجستروم عضرة في عشرة السموجة بعشرة يعمل معي 6200 وعشرة يبقى 6200 وعشرة التردد اللي انا ساكت بيه او الطول الموجي اللي انا ساكت بيه مش اصغر من الطول الموجي الحرج او يبقى هيحرر يبقى يستطيع ايه تحرير ويحرر الالكتروناتها عادي خالي السؤال اللي بعده سقط ادق احد اللون على صحة حمادة دلت شغر يبقى معي الورك فانكشن وطاقت الفوتون تنبعث منه عايز السرعة تعويض مباشر الاي ناقص الاي وورك مش بتساوي الكي اي بس انا مش عايز الكي اي انا عايز نين السرعة يبقى اطرح الرقم مما بعد واجي اقول له اثنين طاقت حركة مقسومة على كتلة الالكترون علناها كتير يبقى تعويض مباشر بالمثل السؤال اللي بعده 55 يقول لي عند سكوت دق احد اللون طوله الموجي 5000 انجستروم على سطح فلز انبعثت منه الكترونات بسرعة قصوى لحد هنا مسألة سرعة يعني طاقة حركة يعني السرعة اللي هو عطهالي اقول له نص كتلة الالكتروم في مربع سرعته جدت مين جدت الكيناتك انجي ومعي دلت الشغل اي كده معي طاقة الحركة ومعي الدق الساقط اقول له Hc على لمضة طبعا هتقربها في عشرة قص سالب عشرة جبت من هنا مين الطاقة اللي انا ساكيت بيها ماشي مش ممكن من الطاقة اطرح الطاقة الكلية ناقص طاقة الحركة يبقى انا كده جبت دلت الشغل اه فاذا ساقط ادوق طوله الموجي 6000 انجستروم على سطح هزال فلز يعني نفس دلت الشغل هل تمبعث الكترونات منه في هذه الحالة ولا لأ ولماذا بالروح انا لازم اروح اجيب دلت الشغل ومن دلت الشغل اروح اجيب منها مين اللامضة C التردود الحرك هلقي ان اللامضة C لو رحت حسبت ايعمل 5400 ربعمية وتمانية 5400 وانا ساقط بطول موجي كام؟ ساقط بطول موجي 6000 هل الستة الاف هتحرر؟ لا يبقى لا يتحرر منه الكترونات عكس السؤال الايه؟ عكس السؤال اللي فات يبقى في الاول اتحرر والتانية ايه؟ ما اتحرر السؤال اللي بعده 56 ساقط ادقتل الموجي على كل معدن من المعادن اي منها تنبعث منه الكترونات ما انا عندي معادن المعادن دي اروح اجيب لها ايه؟ اللامضة C يبقى كل معدن اروح اجيب له اللامضة C بتاعته اللي هو HC على لامضة C بس اشان اجيب اللامضة C هتساوي H في C على ال E احولها من الكترون فولت الجولاد رف شحنة الالكترون هلاقي ان بتعويض مباشر ان السوديم طلع معي 646 وعلامة 9 نانومتر واللي بعده طلع 577 اختصارا للوقت و7 برضو نانومتر واللي بعده طلع 388 واللي بعده طلع 152 طبعا التردد سقط ادق طول الموجي على كل معدن لازم طول الموجي اللي ساوكت تبقى اصغر من الطول الموجي الحارج هيحرر من الاول وهيحرر من التاني يبقى السوديم هيحرر منه والبوتاسيام هيحرر بس ولا هيحرر من الكالسيوم ولا هيحرر منين من الموليبيتنا السؤال اللي بعده بيقول ليس في تجربة بمبعث الكهرر بمبعث الكهرر وضوءي وضيئة سطح معدني في قنبوبة مفرقة من الهواء بدوق احادي اللون تردده اكبر من التردد الحارج للموجي يبقى التردد اللي انا ساوكت بيه اكبر فاذا عيدت التجربة باستخدام نفس الدوق مع زيادة شدته للدعف هل الشدة هتلعب في الطاقة؟ لا الشدة احنا قلين بتغير شدة زيها يبقى الشدة دي مش هتلعب في ايه؟ مش هتلعب في طاقة يبقى الشدة هتغير شدة زيها؟ يبقى طاقة الفتون سابتة طب النهاية العزمة لطاقة الحركة ما هو نفس الكلام؟ لو زل لسابتة طاقة الحركة بتعتمد على برضو على التردد والتردد كده كده مجدور سابت طب دلت الشغل يا مستر دلت الشغل بتعتمد على نوع المعدن فقط اتخنقنا منها برضو مجدور ايه؟ سابت إنما شدة الطيار يعني عدد الالكترونات اللي هتنبعث من شدة الدوق ساقط اتزادت ما هو كل فتون مسؤول عن تحرير الالكترونات يبقى عدد الالكترونات ماله تزداد عشان شدة الطاقة الضوئية أو شدة الدوق اللي ساقط مالها زادت السؤال اللي بعده نفس الطريقة سقط دوق وحادي اللون طاقته أو طاقة الفتون منه يبقى طاقة الفتون بتاعتي تمثل الرقم ده على سطح معدن انبعثت منه إلكترونات بتاقة حرقية قصوة الرقم ده مستعينا بالمعدن بالجدول التالي احسب ترددات عما يأتي دلة الشغل كان بتاعت أنهي معدن خمسة وتمانية نقص واحد واثنين تعمل معي أربعة وستة يبقى المعدن دوت كانت تنجسين اللي هو رنزو وعدده تزاري 74 علينا تعريبا في الكتير احسب تردد فتونات الدوق الساكت على المعدن منا معي الطاقة اضرب الطاقة بشحنة الالكترون والنتجة اسمه على يطلع التردد بالهيرتز حدد اسم المعدن اللازم بحثت منه من سطح من سطح الالكترون الكاهرو دو ايه قلنا التنجسين وفسرنا اجابتنا اللي هي اي نقص اي وورك يدينا مين اي اسف نقص داكتر حركة يدينا اي وورك احنا هنا ما عندنا اي نقص داكتر حركة يدينا بتاعت عنصر اي تنجسين بتاعت